مع انتهاء الزيارة الأولى خارجيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية وتوقف التغطية الإعلامية الواسعة التي صاحبتها يبرز السؤال عن حصيلة هذه الزيارة التي وصفها مراقبون بالزيارة التاريخية الآن وقد انتهى الضجيج الإعلامي الواسع الذي صاحب أول زيارة للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بل وللعالم الخارجي يحق لنا كشعوب ومهتمين أن نسأل أنفسنا ما حصيلة هذه الزيارة التي وصفها أكثر من طرف بكونها زيارة تاريخية لقد عاد ترامب إرساء العلاقات الخليجية الأمريكية وبالذات العلاقة السعودية الأمريكية بعد الفتور الهائل الذي أصابها زمن سلفه الرئيس أوباما وعاد وضعها على خارطة العمل والتفعيل من جديد ضخت السعودية وعبر هذه الزيارة حقنة هائلة من التأثير والنتائج المتوقعة في الاقتصاد الأمريكي ووضع الرئيس ترامب داخليا على حد سواء ذلك أنه بالرغم من أن نصف التريليون الذي أعلن عن ضخها رسميا قد لا تعني الكثير مجملا لكن إعلانها في هذا الوقت بالذات يمثل دفعة لا يمكن إنكارها في الاقتصاد الأمريكي وربما الدولي وفي هذا السياق أعاد ترامب ترتيب وضع دول العالم الإسلامي من جديد على مسار محاربة الإرهاب والتطرف عالميا ورغم أن هذا الجهد يتطلب تواصلا مستمرا وغير منقطع فإن ما حصل في الرياض يمثل بداية واعدة لقد رسم ترامب إطار عملية تطويق مشتركة مع الجانب السعودي للنفوذ والدور الإيراني التخريبي في المنطقة ورغم أن هذه الجهود ما زلت بحاجة إلى استكمال حلقاتها بتكامل الدورين الأفغاني والباكستاني إلا أنها ما زلت ماضية بهذا الاتجاه الأمر الذي أعطى ترامب خلال زيارته للقدس وبيت لحم دفعة أولية لعملية سلام متوقعة خلال الأيام القادمة بين الجانبين قد تكلل لأول مرة بخطوات تاريخية لحل القضية التي طال الانتظار لحلها إذا ما تحرك العناد الإسرائيلي واستجاب للضوطات الدولية المطالبة بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وأخيرا يحق لنا السؤال هل كانت زيارة ترامب ناجحة؟ وحقيقة الأمر فإن الجواب يكمن في الأيام المقبلة فإما أن تسفر خطوات ما بعد الزيارة عن نجاحات تاريخية لافتة وإما أن تتحول الزيارة إلى يد أخرى امتدت في الفراغ ولم تجد يدا مناسبة لمصافحتها ترجمة نانسي قنقر